موسيقى أهلا بكم أسباب الأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى رواية البيان بيان وزارة الخارجية وتداعياته على الداخل اللبناني وعلاقته مع موسكو وكيف ستتعاطى موسكو مع هذا البيان سيكون موضع بحث على طاولة هنا بيروت هذا أكيد بالإضافة إلى موضوع ترسيم الحدود وموقف حزب الله الجديد برفض الخط 23 في خطاب غير مباشر أو في رد غير مباشر على كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون كل هذه التفاصيل ستكون على طاولة هنا بيروت مع ضيفي في الستوديو رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية استاذ فادي بودايا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك لجميع المشاهدين مواضيع دسمي وخصوصا أنك حضرتك مختص بالملف الروسي وثلاثة ربع وقتك بموسكو رح نبحث هذه الأزمة اليوم فعليا شو أسباب هذه الأزمة اللي أنتجت الكثير من السلبيات من بعدها ولبنان الجرف أيضا بهذه السلبية طبعا بالبداية لابد أن نصحح بعض المصطلحات لما نحكي عن الأزمة الأوكرانية الروسية نحن لا نحكي عن أزمة روسيا مع الشعب الأوكراني نحن نحكي عن أزمة روسيا مع حكومة كييف اللي حصل بداخلها انقلاب في العام 2014 وجئ بالرئيس الأوكراني الحالي الموالي للغرب والذي يطلب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو شو يعني انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو نحن معروف أن دول الاتحاد السوفيتي التي كانت منضوية تحت لواء الاتحاد السوفيتي عددها 15 دول حتى الآن حتى هذا التاريخ نضم إلى حلف الناتو ما يقارب 11 دول وبالتالي أصبحت روسيا محاطة في كل حدودها الشمالية والجنوبية والغربية محاطة بقوات لحلف الناتو وهذا يشكل تهديد حقيقي للأمن القومي لروسيا خاصة أن ما ينحل في الناتو بين روسيا لا يوجد هناك لا تناغم ولا انسجام بل دائما هناك تهديد ووعيد في هذا الإطار نعود إلى خطاب ميونيخ بالعام 2007 حيث ألقى رئيس بوتين خطاب شهير في ذلك الوقت وأعلم فيه عن رفض للأحادية القطبية وإنتاج نظام عالمي جديد لا يعتمد فقط على زعامة الولايات المتحدة الأمريكية مع استخدام مصطلح شركاؤنا الأمريكيين ولم يستخدم مصطلح عدائي تجاه أوكرانيا منذ تولي الرئيس الحالي هذه الحكومة مارست تجاهها قليم دونباس وتحديدا جمهوريتين دونتسك ولوغانسك أقصى الجرائم والعزل البشري التي يمكن أن يتخيله عقل على هذه الكرة الأرضية قطعوا الطعام الغزاء الدواء ضربت المستشفيات ضربت حضانات الأطفال كل هذه المواضيع مرست بحق هذه الجمهورية إلى أن روسيا حاولت بكثير من الوسائل السلمية استيعاب هذا الموضوع حتى وصلوا إلى ما يسمى باتفاقيات بينسك هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل روسيا أوكرانيا فرنسا وألمانيا وهي ما سميت برباعية النورماندي هذه الاتفاقيات تنص بجملة ما تنص عليه أن لا تكون أوكرانيا قاعدة عسكرية للناتو وأن لا تستخدم أراضيها للتهديد العسكري والأمن القومي الروسي وأن يتم الاعتراف بدونتسك ولوغانس بالحكم الذاتي الذي يضمن أن تبقى هذه الجمهوريتين ضمن الأراضي الأوكرانية وأن يجرى انتخابات حرة ونزيهة وفق القوانين الأوكرانية على أن يتم إقرار هذه الاتفاقية في البرلمان الأوكراني بمدة لا تزيد عن 30 يوم نحكي بهذاك الوقت طبعا أوكرانيا ومعها من يدعمها تنصل من هذه الاتفاقية وطالب بالانضمام إلى حلف الناتو هذا الانضمام إلى حلف الناتو يعني تحويل أوكرانيا إلى تهديد على الحدود الشرقية بشكل مباشر إلى روسيا بدون ما نغل في التاريخ كثيرا خلنا نتحدث عن موضوع الحالي بالعام 2021 أجرت حلف الناتو سبع مناورات عسكرية في أوكرانيا وتم بهذه المناورات نشر صواريخ ليست فقط دفاعية وإنما صواريخ هجومية قادرة أن تطال العمق الروسي في داخل روسيا وإعادة تفعيل المنشآت النووية التي تحتويها الأراضي الأوكرانية بفعل الإرس السوفياتي السابق إعادة تفعيله من جديد مما يشكل هدد خطرا واضحا على الأمن القومي لروسيا طيب ماذا فعل أيضا الناتو؟ في العام 2022 بعد مطالبة روسيا مرارا وتكرارا إلى عقد جلسات حوار تطبيق اتفاقيات مينسك ولم تطالب بأي شيء آخر وأن لا تتحول إلى أراضي أقر بالعام 2022 عشر مناورات عسكرية كانوا بالـ 2021 سبعة بالـ 22 صاروا عشر مناورات عسكرية زيادة عدد أفراد الجنود المشاركة إلى 64 ألف عسكري زيادة عدد بروحيات بثلاث أضعاف زيادة عدد السفن الحربية بأربع أضعاف وبالتالي روسيا ستحرم من البحر الأسود تحرم من حدودها تحرم من الأمن القومي لها وبدلا أن تقاتل روسيا حلف الناتو على الحدود وتمنعه من الانتشار على أراضيها الآن روسيا ستصبح ستقاتل حلف الناتو في داخل روسيا هذه الأهداف كلها مجتمعاتا بعد المطالبات العديدة وبعد التصعيد الأمريكي الناتوي في داخل أوكرانيا لجرجرة روسيا إلى هذه الحرب العسكرية تم الإعلان استقلال هذه الجمهوريتين بناء على اتفاقيات منسك وليس خرقا لاتفاقيات منسك هون تحكي حضرتك أن الأوكران هم اللي استفزوا الروس وجرون إلى هذه الحرب ولكن المحللين اللي عم بيشوفوا هذه الحرب كيف صارت بيقولوا أنه حتى ربح الغرب بموضوع جر الرئيس بوتن على هذه الحرب اللي رح ترجع بالسلب لأله أولا الحرب الروسية ليست على أوكرانيا حتى نرجع نأكل على هذا الموضوع بس ما هو نحن حضرتك قلت حضرتك قلت أنه هي مش حرب على الشعب الأوكراني ولكن يعني اليوم اللي أكل مغبت هذا الموضوع التأكيد الأول أن بين الشعب الروسي والشعب الأوكراني علاقة قربة وصلة رحمه وأقارب وتاريخ وثقافة وجزور عريقة المشكلة الآن في حكومة كييف التي وصفت من قبل الرئيس بوتن بالحكومة النازية طيب ليه وصفها بالحكومة النازية بفعل جرائم الحرب التي ارتكبها بحق هودي المواطنين في جمهوريتين دونتسك واللوغانسك للمعلومة فقط أكثر من ستمائة ألف شخص يعيش في هاتين الجمهوريتين يحملون جنسية روسية يحملون جنسية روسية بعد أن قطعت عنهم كل شيء أوكراني طيب الآن نجح الغرب في جرجرة روسيا إلى الحرب لا لأن روسيا لا تريد الحرب ولكنها من حقها الطبيعي أن تحمي حدودها كما فعلت أمريكا وأوروبا وكل المنظومات الآن ماذا تسمعين من أوروبا؟ يمنع على روسيا أن تنشر القاعدة النووية في بيلاروسيا ليه؟ لأن هذا تهديد لأوروبا إذن من حق أوروبا أن تحفظ أمن القومي ومن حق أمريكا أن تحفظ أمن القومي وليس من حق روسيا أن تحفظ أمن القومي ماذا يفعل أصلا حلف الناتو على مقربة من حدود روسيا؟ أصلا ما الجدوى من حلف الناتو بعد حل حلف ورسو طب بس كمان بالمقابل حلف الناتو كان في مقابل حلف ورسو طب نحل حلف ورسو الآن ما الهدف منه؟ ليش التعدي على البيت السوفيتي والقدم في البيت السوفيتي لإنهاء تاريخه؟ وصل الأمر بأوكرانيا حتى إلى التصنيف بين يقول سكان أصليين وسكان غير أصليين علما أنه نحن بنعرف اللي بيطلع على روسيا بيعرف أن الأوكران ما بتقدر يتميزيهن عن الروس بفعل هذا التجانس والانسجام الكبير بين بعضهم البعض إذن وصل التصنيف بهذا الإطار محاربة استخدام اللغة الروسية داخل أوكرانيا لوين رح يوصل الرئيس بوتين بوقت أنه البعض يقول أنه ما استفاد شيء غير أنه تضييق الخناق عليه بالعقوبات سلسلة العقوبات اللي فرضى المجتمع الغربي على الروس تحديدا التهويل بالعقوبات ستراوان تهويل بالعقوبات هو تهويل بروباجاندا أصلا روسيا قبل العملية العسكرية كانت واقعة تحت العقوبات الأمريكية وما كان مفتح لأي شيء بالعكس كان عبارة عن عقوبات متسلسلة الآن فاقعة العقوبات بس لا يفرجوا للناس أنه هني عاقبوا روسيا ما روسيا قادرت عاقب أوروبا بالغاز يعني المسألة مش هالأد صعبة بالنسبة لروسيا أما لوين بدنا نوصل أولا تحقيق الأهداف من هذه العملية العسكرية بيسأل الواحد شو هي هذه الأهداف الأهداف هم حماية المواطنين الروسي الموجودين في جمهوريتين دونتسك ولوغانسك وهذا حق أي دولة أن تحفظ مواطنيها من أي هجمات للجيش الأوكران اثنين اجتزاز النازية اللي خبرتك عنها بأن لا تكون دولة موجودة جارة بقربها تكون العدائية وعم تجيب الأمريكي والناتو وتحطوا قاعدة عسكرية تهدد وجود الأمن القومي لروسيا ثلاثة هذه العملية هدفها تدمير البنية العسكرية التحتية البنية التحتية العسكرية التي يمكن أن تستخدم ضد روسيا في أي وقت من الأوقات أربعة أيضا فتح المجال الملاحة البحرية في البحر الأسود بحيث أن لا يكون هناك تهديدات من الحلف الناتو كل هذه الأهداف بشكل عام الهدف منها أن تصبح أوكرانيا دولة زاد سيادة ولا تأتمر بأوامر الغرب لتنفس سياسة عدائية إلى روسيا البعض يسأل أنه بدنا نغير النظام في أوكرانيا لا مش هده المطلوب تغيير النظام لكن المطلوب أن يجرى انتخابات في أوكرانيا لتعيين حكومة ليست لا تكن العدائية مش مطلوب تكون مع الروس إلى أقصى الحدود ولكن أن لا تكن العدائية وأن تحافظ على الروابط التاريخية الموجودة داخل هذا البيت السوفياتي وأن لا تستجلب حلف الناتو إلى أراضيها لأن هذا اتفاقية موقع عليها أوكرانيا وأوكرانيا تتنصل من تطبيق هذه الاتفاقية لأنها موعودة من الوهم الأمريكي بالدعم المالي والدعم العسكري وموعودة بأن تنتقل إلى مصافي دول أخرى وواضح أن أوكرانيا لا تعلم الدرس لا من أفغانستان ولا من غير أفغانستان في كل حروب أمريكا لماذا تجر أوكرانيا إلى غزو العراق مع الجيش الأمريكي عندما غز العراق هل تعلم أنه اليوم أوكرانيا نفذت مجازر بحق محافظة الكوت العراقية هل تعلم أنه ماذا وجدوا في القواعد الأوكرانية التي كانت مشاركة في الغزو الأمريكي للعراق لماذا تجر أوكرانيا إلى مثل هذه العدائية تجاه العالم وهي شعب مسالم شعب يملك اقتصاد شعب غني بالموارد شعب يملك طاقات كبيرة وعلوم كبيرة أستاذ فادي اللي بيسمعك الجهة الثانية بيقول أنه حتى الروس كمان شاركوا بالحروب على بعض الدول مشاركتهم بسوريا يعني هذه ما بيقدر حدا ينكره مشاركة روسيا لم يكن لغزو دولة مشاركة روسيا في الحرب السورية كلنا منعرف أنه جاءت في العام 2015 بعد مرور أربع سنوات على الحرب الكونية اللي شنت إلى سوريا اثنين روسيا لم تدخل إلى سوريا غازية دخلت إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية بموجب اتفاقية التعاون الدفاع المشترك الموقعة وهي تحترم هذه الاتفاقية ودخلت لتدافع عن سوريا بوجه الإرهاب هل شفتوا يوم من الأيام أنه روسيا تدخلت في القصف الإسرائيلي على سوريا؟ ما هذا كل الناس بتعيبوا على روسيا هذا مش شأن روسيا روسيا دخلت بهدف محدد اسمه محاربة الإرهاب هذا هو مهمتها في سوريا هل هي حاربت الإرهاب أم لم تحارب الإرهاب؟ حتى الجيش الأمريكي لم تصطدم معه في سوريا لأنه هذا ليس شغلتها هذه شغلة الدولة السورية لذلك روسيا لم تدخل غازية دخلت مدافعة بموجب طلب من الحكومة السورية وكان فيها تدخل من أول يوم ولم تدخل أنا أنا مدافع عن روسيا بمعنى أنه أنا اليوم عم حط وقائع أمام المشاهد هكذا فعلت الحكومة كياف هكذا تصرفت روسيا هكذا كانت النتيجة اليوم نحن مش بحرب نحن لو هذه الحرب بديك تشوفيها حرب حقيقة يعني تستقوي فيها روسيا بالأسلحة اللي موجودة عندها أمام أوكرانيا بمؤسساتها وشعبها كنت هتشوفي في مناظر دموية الحقيقة الآن ما يحصل أنه الغرب لأنه حكومة كياب مسلوبة القرار الغرب يعمد على فبركة أفلام وفيديو للقتلة وغيرها بهدف بس الدعائي وهذا نحن أعتقد أكتر ناس متمرسين فيه نظرا للحروب الطويلة يلي اتعرضنا له سواء كان من الاحتلال الإسرائيلي في لبنان إلى 2006 إلى الحروب الإرهابية التي عصفت في المنطقة فمنعرف أنه هذه هي أفلام مفبركة ودعائية اتنين الشعب الروسي أو الجيش الروسي كيف يتعاطى مع الشعب الأوكراني وشو عم بيجيبوا الغرب انفصاليين نازيين عم بيقتلوا بالناس ويروعوا بالناس ويقتلوا الناس هني والمارة هني ومشيين بسياراتهم بهدف إلباس هذه الجرائم إلى الجيش الروسي بس بالمقابل كمان قيل أنه جاب عدد كبير بوتن من الشيشان للمشاركة بهذه الحرب والترويع والتفضيع الشيشان شو؟ الشيشان هي من جمهوريات أيضا التي موالية لروسيا وبالتالي من حقها الطبيعي أن مواطنيها بيحملوا الجنسيات أيضا الروسية بس الهدف منهم شو؟ هون اللي عم ينحكى بهذا الموضوع أنه التطرف أكثر التفضيع أكثر بالجرائم اللي ممكن أنها تصير بأوكرانيا هذا الهدف من جلبه؟ صحفي بالشيشان مجموعات متطرفة وهذا شيء لا يخفى على أحد ولكن حكومة الشيشان جمهورية الشيشان معروف موقفة من التطرف معروف موقفة من الإرهاب نحن ما ننسى أنه عم نتطلع على بعض الشيشانيين الذين انضموا إلى جماعات إرهابية للقتال في سوريا لكن نسينا أنه كم عداد المئات من الجيش الشيشاني الذين اتمروا بأمر الرئيس الجمهورية قادروف ونسلوا إلى سوريا للدفاع عن النظام في سوريا بس لما نضيع الطاصس 100% أمام هذه المعطيات دعونا نقول هذه العملية العسكرية الروسية لها أهداف محددة مشروعة لروسيا بهدف حماية أمنها القومي وحماية مواطنيها بموجب اتفاقيات تم توقيع عليها من قبل أربع دول وأنا هنا أقول باستغرب لما كنت عم شوف ماكروعا بيجي لعند بوتين أو المستشار الألماني بيجي لعند بوتين شو جاي تعمل؟ ما الأجدى فيك أنك تروح تطالب كياب بتطبيق اتفاقية منسك اللي أنت نفسك موقع عليها ما هي بسيطة هان الدور الأمريكي اللي لعب دور كبير جدا في تفنيد هذه التفاصيل وكان يراهن على أن لا تقف الصين مع روسيا كان يراهن على دول كبرى أن لا تقف مع روسيا وبالتالي هذا يؤمن له عزل روسيا العقوبات التي يفرضها شأنها شأن العقوبات السابقة وأنا هانقل هان هاسمح لنفسي استعين بكلمة رئيس معهد الاستشراق الروسي فيتالينا عمكن يلي بيقول دايما أنه نحن شعب معوض على العقوبات ومعوض على العيش بالضغوط فليفرضوا العقوبات ما شاءوا المهم أن نعيش في كرامة رح نكتفي شوي بموضوع الأزمة الروسية الأوكرانية بدنا نحكي عن تدعيتها على لبنان وخصوصا أنه فيه بيان وزارة خارجية صدر بالأخير طلع وزير الخارجية أنه هو من راسه صاغ هذا البيان لرئيس الجمهورية اللي هو الرئيس اللي عينه اللي بينتمي لإله سياسيا وزير الخارجية لا رئيس الجمهورية عنده علم فيه لا رئيس الحكومة عنده علم فيه لا الرئيس نبيه بره عنده علم فيه ولا القوى السياسية في الحكومة عنده علم مية بالمية اليوم هيدا الموضوع شو هي رواية هذا البيان وتحديدا تدعيته على الداخل الليبناني ربما أكون أنا أول شخص يمكن اعترط واستنكرت هذا البيان بفعل معرفتي أنه فعلا القوى السياسية في المشاركة في الحكومة لم تكن على علم بهذا البيان الذي حصل في هذا البيان عندما بدأت لحظة بس أي قوى سياسية لأني مش كل القوى سياسية أقله أقله عم بحكي عن السناء الوطني لم يكن على علم بهذا البيان وعبر صراحة عن أنه ليس لديه علم بهذا البيان بما كتب فيه داخله حتى أنه في هناك إصدار بيان في هذا الإطار لأنه هذا طريقته مخالفة للدستور بس بالرواية وبالمعلومات وطبعا إذا طلع فيه إنكار أو هذا الموضوع منزودهم بشيء أكثر بس بلش الأمريكي يهول بموضوع الغزو على روسيا وكنا منتذكر بلش يحط مواعيد لموعد الغزو الروسي بما يسمى بالغزو الروسي إلى أوكران السفيرة الأمريكية طلبت بشكل مباشر من وزير الخارجية ومن الرئيس ميقاتي إصدار موقف يتبنى أو يدين العملية العسكرية المرتقبة لروسيا على أوكران تريسوا الشباب إلى حين حصلت العملية العسكرية الوزير ابو حبيب كتب أبلغ الرئيس ميقاتي بأنه هناك طلب بإصدار بيان الرئيس ميقاتي كان على علم شدد على ضرورة إصدار بيان كتب البيان عرض على الرئيس ميقاتي عرض على الرئيس عون الذي قام لأنه كان البيان عباراته أفصع من هذا الشكل أنا ما بعرف شو العبارات ولكن حسب ما نقل أنه قام الرئيس عون بتهذيب بعض العبارات حتى شكل حتى طلع بهذا الشكل الوزير جبران بسيل كان على علم واضح في هذا البيان وكان حتى موافق على إصدار هذا البيان ولكن فيما بعد عندما رأى ردة الفعل والإدانات التي حصلت قالك أنه هذا الموضوع بيمرؤ يعني نحن ما فينا نزعل الأمريكان ولكن مع الروس نقدر نحن نرجع نحل فيما بعد بطرق أخرى لأنه في مصالح معينة نقدر نحن نشتغل عليها مسودة البيان هذه أصدرت دون أن تعرض على مجلس وزراء دون أن تعرض على رئيس مجلس نيابي فقط تم طبخها السفيرة الأمريكية وزير الخارجية الرئيس ميقاتي الرئيس عون وجبران بسيل هؤلاء هن الأشخاص المعنيين بهذا البيان مع أنه هن تنصلوا من هذا البيان تحديدا مقاصر الجمهوري هو تنصل وفيما بعد تبنى هو بالبداية إذا تتذكر قال أن الرئيس الجمهورية ليس له علم هذا الموضوع عند الدكتور شئير ولكن فيما بعد الوزير محبيبي اليوم في مقابلة على صحيفة الجمهورية قال أن الرئيس عون اتصل به وهنأني على هذا البيان هذا التناقض بحد ذاته يبدو أن دوائر القصر الجمهوري صرت معوضة على تناقضات خاصة أنه طلعتنا بتناقض إله عليها بالترسيم واليوم عم اطلعنا بتناقض إله عليها بالبيان اليوم هذا مسودة البيان ماذا أفادت لبنان مين كان طالب منك أنه أنت تطلع هايك بيان يسيء إلى علاقات تاريخية بين لبنان وروسيا التي علمت ودرست ومنحت ألاف عشرات ألاف الطلاب فرص تعليمية بالوقت اللي حضرتك أنت وحكومتك ودولتك ما معكم تعطوا رواتب للأسازي وتفتحوا فيها جمعات كانت روسيا عم تقدم هذه المنح للطلاب شو كانت عم تعمل لأمريكا طيب اليوم تعالى نشوف مواقف الدول العربية ما بدا يا أخي حتى الدول العربية اللي نحن منصنفها أنه هي مرتمية في الحضن الأمريكي ما أخذت هيك موقف عدائي متطرف بالمعنى الموقف لحتى تاخدوا بوجه روسيا ما هو الفائدة من هذا الموضوع اثنين هنا أنا عندي بعض الأسئلة السيد بوحبيب عندما زار موسكو في 22 ديسمبر في 2021 أنا كنت في روسيا الوزير بوحبيب التقى مع السيد سيرجي لافروف وزير خارجية الروسي والسيد بوكدانوف المبعوث الخاص للرئيس بوت أنا بدي أسأله ألم يقل لوزير الخارجية الروسي في ذلك الوقت شكرا لكم لأنكم متعاونون معنا في كل القضايا التي نطلبها منكم وخاصة أنه سلمك صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفق بيروت ألم تطلب من وزير الخارجية التدخل في حل المشاكل اللبنانية الداخلية لأنه استعصد على الهيكلية والقوى السياسية الالتئام في مجلس وزراء أو طاولات حوار ألم تطلب من الروس أن يساعدوك في مشاريع اقتصادية في لبنان وأن يستقدموا على مساعدات مالية قادرة أن ترفض لبنان بمزيد من النهوض وألولك تكرم عينك ألم تطلب من روسيا أن تتدخل وأن تتوسط لدى دول الخليج عندما نشبت الخزب الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج وألولك نحن جاهزين أن نفعل كل شيء من أجل استقرار لبنان ونهوض لبنان واستمرار الحياة السياسية في لبنان بشو غلطوا معك الروس حتى تتصرف وتخضع لهذه الإملاءات الأمريكية لأن هذا الموقف لا يمكن أن يفسر إلا أنه نقطة تسجل لصالح السفيرة الأمريكية في هذا الموضوع هلأ اليوم بعد في حدا بيطلع بيطلعنا بيقول لماذا لا نعتمد سياسة النائب النفس كيف اليوم بعد أن صدر هذا البيان تستغربي ستراوان الوزير جبران باسيل يتصل بسعادة السفير الروسي ليستنكر ويشجب ويدين هذا البيان علما أنه وزير الخارجية هو من نفس الفريق السياسي وبدون أدنى شك أن الوزير جبران باسيل قد اطلع على هذا البيان ووافق عليه مش بس اطلع ووافق عليه هذه الإزدواجية في الرؤية وفي المعايير ألا تدل على اهتراء وهيكلية بالعربي يعني كان نقوله بالعربي الدارج زوربي في عالم الدبلوماسية نرضي الأمريكان وبعدين منصلح موقفنا مع الروسي طب بس نجحت هذه الخطة يعني هل تمكن الوزير جبران باسيل عبر الاتصال اللي جرى بينه وبين السفير الروسي من تهدئة الأجواء من إقناعه وأنه نحن ما عنا علم بهذا البيان قبل صدوره روسيا الرسمية تنظر إلى البيان بعين العقل والحكمة روسيا تعرف تماما التعقيدات السياسية الموجودة في داخل البلد وبتعرف تماما توزع القوى وراقبت من الذي استنكر ومن الذي لم يكن على علم ومن الذي حاول أن يتنصل وتحت كلمة يتنصل خطين أن يتنصل من مسؤوليته على هذا البيان وبالتالي هي لم تقطع علاقات مع لبنان لم تسحب سفير لم تستدعي سفير وبالتالي لم تقم بقطع العلاقات بل مزيد من التأكيد وهذا ما جاء على لسان سعادة السفير الروسي في بيروت عندما قال أنه نحن مستمرون في علاقاتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكل ما يتعلق في لبنان نحن نحب الشعب اللبناني نحن نحب لبنان كدولة وبالتالي هذا البيان لن يؤثر على علاقتنا وإن كنا نأسف أن تتخذ الدولة اللبنانية مثل هذا البيان يعني من الآخر تسخيف هذا البيان هو جزء من هذا الموضوع أنه لبنان ماذا يشكل في الصراع العالمي حتى يتخذ موقفا ضد طرف ماذا يشكل إذن بالتالي لا أعتقد أن روسيا بين هلالين حتحط عقلها بعقل البيان للوزارة الخارجية اللبنانية خاصة أنه لبنان الرسمي لا يتبنى هذا البيان هذا من المؤسف يعني بعدين واضح أنه من كلام الوزير بوحبيب في البيان لأنه يتحمل مسؤولية هو كاتبه الله أعلم إذا هو اللي كاتب أنه ما بيعرف شي عن الأزمة الروسية الأوكرانية أنا عم بيحكي عن اجتياح وغزو هل بيعرف الجرائم اللي ارتكبها الجيش الأوكراني بحق روسيا يا أخي على الأقل خاد أنت موقف حيادي موقف نائب النفس اللي بتقول أنه نحن ندعو إلى حل الأمور بالطريقة السلمية والحوار ليش تتأخذ عدائية في هذا الإطار حضرتك يا معالي الوزير بكرة حكومتك حتروح بس لبنان باقي مش مسموح لإلك ولا لغيرك أنك تنزع علاقة لبنان بروسيا اللي اللي حضنت وعلمت ودربت ولا زالت حتى اليوم تحتضن عشرات ألاف من الطلاب حضرتك أنت بتقعد هاي الفترة بتروح على بيتك بس هيدا لبنان باقي طب بس أستاذ فادي كمان من الملفت كان كلام وزير الخارجية قبل جلسة مجلس الوزراء قالنا ياها لألنا كصحفيين أنه أنا فيت على مجلس الوزراء لابس درع وأنا يعني هو كان عامل حسابه أنه كل الأسهم رح تتصوب لإله تحديدا لإله هيدا الشيء شو معناته؟ معناته أنه كان واضح أنه الأفريقاء حيتنصلوا وعارف عارف طبعا حيتنصلوا من مسؤوليتهم وهيدا اللي حصل اليوم إذا بتقرأي مقابلته بصحيفة الجمهورية تعرفي تماما اللي عم نحكيه أنه هو اليوم طيب الرئيس ميقاتي كان على علم الرئيس ميشيل عون كان على علم وسمى إيماءا بعض القوى السياسية كانت على علم حزب الله سجل موقف على لسان وزير وعلى لسان نائب ومسؤول العلاقات الدولية أيضا اتصل بالسفير الروسي بس ما كان خجول موقف حزب الله عبر وزاريا عفوا حزب الله ليس معني بأن يأخذ موقف من الأزمة الروسية حزب الله معني بأن يأخذ موقف من طريقة إصدار البيان لماذا يتم تجاهل الوزراء في هذا الموضوع خاصة سبق هذا الموضوع إذا بتتذكر جرح عندما حصلت موضوع الموازنة تتذكر هذا الموضوع يعني صاير موضوع التهميش والاستخفاف بالقوى السياسية الموجودة بالحكومة إلى درجة ما عاد ينسكت عليها ولا عاد مقبول أنه ينسكت عليها بهذا الشكل وبالتالي حتى السناء الوطني مدعوين أنه كمان لإيقاف هذه المهزلة التي تحصل في الحكومة بس عم يمرؤ عم يمرؤ أستاذ فادي يعني بموضوع الموازنة ما رأيته موضوع عم يمرؤ يبدو أنه الجماعة كتير مراهنين على أنه يعني السناء ما بدوا يخرب حكومة ولا بدوا فوضى بالبلد يعني أنت بتعرف اليوم أي مشكل بالبلد في كتير ناس تتصيد هذا المشكل لتبني علي مشاكل متعددة ونروح إلى خراب وفتنة سواء مش ضرورة شعبية ممكن بالسياسة ولا ما بدنا نحن بدنا لعني المطلوب التهدئة مش مطلوب أي شيء تاني إلا بحدود أن لا يتعدى على كرامة وطن وهذا البيان هو تعدي على كرامة وطن بس اللي بدي أقول لك برغم أنه شافوا تعدي على كرامة وطن بعده ماشي هذا التحالف لا بل أكثر حزب الله عم يعمل هو معركة التيار الوطني الحر بالانتخابات النيابية والدليل أنه ركب هذا التحالف جمع التيار مع حركة أمل اللي هنا ولا ممكن بالسياسية يلتقوا ولكن للمصلحة الانتخابية لتقوا يعني عم يشتغلوا لمصلحة أنت جوابت عن الموضوع للمصلحة الانتخابية لتقوا أنت جوابت عن الموضوع بس أنا سؤالي مش هيدا الموضوع سؤالي أنه عم يشتغلوا لمصلحة التيار رغم أنه ما عم يعملوا لهم اعتبار داخل مجلس الوزراء لا لا مش موضوع أنه عم يشتغلوا لمصلحة التيار في مصلحة أكبر بكتير من التيار يعني التيار قدام المصلحة العليا بيصير تفصيل اليوم أنت في هجمي كبيري عليك من دول الخليج من دول غرب لتغيير الهوية لمجلس النواب والحصول على أكثرية وصار واضح للجميع طيب التيار الوطني الحر وين موقعه موقعه الطبيعي أنه هو في حلف حزب الله من الطبيعي أن حزب الله لأنه يتعاطى مع الأحزاب الحليفة والقوى الحليفة لأله بوفاء ولا يتعاطى بانتقام ولا يتعاطى بانتقام وما بيفرض عليهم قرارات ولا بيفرض عليهم خيارات أن يتعاطى بهذا الوفاء اللي هو معهود عليه يعني حزب الله ما بيطلع بيقول له للتيار الوطني الحر أو بتتحالف معنا أو بتتحالف مع حزب القوات ما بيطلع بيقول له أو بتتحالف معنا أو بتتحالف مع الكتاب قال له ملء الحرية حيث يجد قراره السياسي في موضعه الطبيعي لذلك هذا التحالف في مصلحة انتخابية نعم ولا ننسى أنه في تحالف حتى الآن ما تم فك ارتباط التحالف وإن كانوا البعض عم بينادوا من التيار الوطني نحرضوا شطاء ونواب وغيره أنه عم بدي يفكوا هذا الارتباط خليه يتفضل يفكوا إذا هني قادرين يفكوا بالعودة إلى الاتصال اللي جرى بين الوزير جبران باسيل مع السفير الروسي نحن بالمبارح القريب يعني لما كان الرئيس سعد الحريري مكلف شفنا الوزير جبران باسيل وقت رح على موسكو وصارت هذه الأزمة الكبيرة أنه صدقوا الوزير جبران باسيل واعتبروا أنه الرئيس الحريري هو عم بيحاول أنه يأخر تشكيل الحكومة هل بعد بتمرق هذه الأصص على الروس؟ أنه بعد يعني قال لهم أنه أنا ما بعرف بالبيان هل بعد بتمرق هذه الألعاب على الروس؟ أولا أولا الحريري السياسية ما تفكر أنه بيمرق شيء على الروس يعني ما بتمرق ولكن الروسي ليس معني بالتدخل بالشؤون الداخلية للبنان المعني بإقامة الاعتراض والشجب والاستنكار هني قوى اللبنانية الغير موافقة على هذا الموضوع الروسي اليوم غير معني أنه يفوت يصدق التيار أو ما بيصدق التيار بيصدق فلان أو ما بيصدق فلان بيصدق الوزير جبران باسيل أو ما بيصدقه مش هذا هو المعني معني بدولي تتعاطى معها لأنه كدولي ذات مؤسسات وسيادي واستقلال هذا رأيي البيان من أراد من القوى تأكيده فليؤكده ومن أراد إنكاره فلينكره بس اليوم إذا أنت بتطلع على خارطة القوى السياسية اللي اتصلت وأبركت سواء إلى الخارجية الروسية أو إلى السفير الروسي في بيرون بتشوفي أنه ما بعرفين كمككات فضائية نزلت من الفضاء كتبت البيان بعد في الوزير ابو حبيب هو الوحيد يلي ما اتصل وقال أنه أنا ما إلي علاقة بالبيان البيان كل الأحزاب كل القوى السياسية كتبت تنكرت وتنصلت من هذا الموضوع شو هالاستخفاف طب أنت مع فكرة اللي عم تنحكى أنه هذا البيان هو مثل كعربون يؤدي إلى بعدين سحب العقوبات عن الوزير جبران باسيل تحديدا أنا ما بقدر أربط هذا الموضوع أنه بقدر أربط أنه هذا البيان هو عربون بونس وعطيت إلى السفيرة الأمريكية هذا البونس كيف بيتجير وين بيروح شو ممكن ينعطام قبيله هذا تفصيل تاني لكن الموقف اللي هو عنده علم فيه هو بيان الوزارة الخارجية ووافق عليه ووافق عليه يعني هو موافق أنه ينعطى هذا البونس للسفارة الأمريكية وللموقف الأمريكي أما كيف يتجير بتخيل مش بس موضوع رفع العقوبات بتخيل ممكن يكون فيه تفاصيل أخرى عم يشغل عليها منها أنه ما بدون نزعله الأمريكان ببساطة ببساطة خوف من أن تغضب سعادتها خوف من أن يصبح هناك عقوبات أكبر أو تتوسع دائرة العقوبات أكثر ويمكن شايفين مصلحتهم وليس مصلحة لبنان طبعا يمكن شايفين مصلحتهم بأنه يرضو الأمريكا لأنه لن نستطيع أن نفهم أكثر من هذا الأد من أنه أنت قبلت هذا البيان يطلع فأنت طبعا قبلت أن تسجل هذا الموقف للسفارة الأمريكية بالتالي كيف بتجيره وين بتوصفه وين بتحطه هل برأيك أنه هذا الموقف كان صدر لو كان رئيس سعاد الحريري رئيس للحكومة ونعرف حضرتك حكيت أنه هذه العلاقة التاريخية اللي بتربط الجهة الروسية مع آلة الحريري تحديدا ورغم أنه كمان أربو من الأمريكيين الرئيس سعاد الحريري أبرق عم بتقول للجهة الروسية واستنكر هذا الموقف كان صار؟ طبعا أبرق واستنكر هذا الموقف وأكد على العلاقات التاريخية بين روسيا وآل الحريري وحتضيف معلومي أكتر أنه في ذكرى 14 شباط الدكتور ميخايل بوكدانوب اتصل بالرئيس سعاد الحريري واللي بعض فسروا أنه عودة إلى الانتخابات وما أقولها لأبدا تصل فيه بمناسبة ذكرى 14 شباط يلي إلى علاقة باستشهاد الرئيس رفيق الحرير وبالتالي هذه العلاقة ليست علاقة سياسية فقط بل فيه علاقة صداقة خاصة وموضة خاص السؤال أنه هل كان حيطلع؟ ما بعرف هذا السؤال بنسأل الرئيس سعاد الحرير سيوافق أنه يطلع هايك بيان أو هايك قرار أنا اللي بقدر أقول لك يا الرئيس نجيب ميقاتي أخطأ كثيرا في إصدار هذا البيان وأعطى اعتماد لسراب هو ومن كتبه هو ومن وافق عليه ومن صدق عليه طيب من اللافت كان مبارح لننتقل على موضوع ترسيم الحدود كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاوم النقب محمد رعد عن موضوع الخط 23 والنفط والغاز قبل ما أفوت على خط 23 أنا بديك تسمحي لي السفير الأوكراني كان بأحدى البغامج على الجديد مع زميل جورج صليب مع زميل العزيز استيار جورج صليب نعم وتحدث عبر شاشة نيو تيفي يقول أنه أنه متأكد من أن الرئيس بوتين سيدفع سمن جرائمه في محكمة العدل الدولي هذا الكلام أنا أريد أن أرد عليه من واقع أنه أنا عندي معرفة عميقة في الجهة الروسية وأنا أقول لساعدته الرئيس الأوكراني هو من سيخضع لمحاكمة الشعب في دونباس لفعل الجرائم التي ارتكبها منذ عام 2014 حتى عام 2021 و22 أنتم في حكومة كياب حرطتم الجيش الأوكراني على ارتكاب مجازر فيها أطفال مروعة بالآلاف تم اكتشافها عندما دخل الجيش الروسي مقابر جماعية أطفال محروقة نساء محروقة ناس كبار في السن تم حرقهم والبعض منهم مقتول دبحا هاودي الناس هاودي اسمهم جرائم حرب هاودي لأي سنة بيعودوا من عام 2014 حتى عام 2021 وحتى البعض ما يقول أني أنا عم بحكي كلام على الهواء فقط لمساندة روسيا في هذا الموضوع أنا أقدم لك هذا السيدي يلي فيه كل الصور التي يمكن أن تديني الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الجيش الأوكراني بأوامر حكومة كياب النازية والتي ارتكبت فلما يطلع على التلفزيون لا يحكي ما يحكي عن جرائم حرب لأنه أعتقد حكومة كياب ستعاقب في محكمة شعب دونباس مش بمحكمة القانون الأمريكية اللي هني موجودين فيها على أمل العدالة يعني مع الأسف على أمل العدالة اللي بتعود للشعبين حولوكن الغرب إلى حكومة إرهاب وعم تستنجدوا بالإرهابيين هلأ وعم بتحولوا هذا الشعب الطيب المسالم إلى شعب تحت مخالب إرهابيين عم تجيبوهم من بعض دول العالم عم يستقدمو لكم إياهم إلى أرض أوكراني على أمل العدالة للشعبين الروسي والأوكراني بغض النظر عن السياسات اللي هي عم بتكون على حساب الشعبين لننتقل لموضوع الترسيم هل هذا الموضوع حسن برأيك عند حزب الله يعني كان مبارح الجواب نهائي وحاسم أنه 23 منه يعود الحقه إلى لبنان لبل أكثر هني متماسكين بخط 29 إذا عم تقصدي حضرتك عن موضوع تصريح رئيس كتلة وفاء للمقاومة الحجي محمد رعد لم يتحدث صراحة عن موضوع خطوط 23 أو 29 ما تحدث عنه هو معادلة قوة للبنان لن نسمح للعدو الإسرائيلي بأن يسرق النفط اللبناني قبل دالما هناك مقاومة هذا دور المقاومة إذن هي حماية السروة النفطية للبنان اثنين يقول بتصريحه أنه من حق لبنان أن يستخرج هذا النفط والذي تمكنه من حدوده من استخراجه وهذا يعني أردف ليقول أن الوسيط الأمريكي هو ليس وسيطا بل هو يتحدث بلغة إسرائيلية وبلسان إسرائيلي وكل المقترحات الأمريكية لا تصب إلا في مصرحة إسرائيل إذا جينا فندنا هذا الكلام بيطلع معنا أن هوكشتاين اقترح الخط 23 وبالتالي هو ينظر إليه أنه لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة لبنان وبالتالي نعم حزب الله حزب الله يرى أنه يقف خلف الدولة في موضوع تحديد حدود لبنان ولكن مش إذا كان بيقف خلف الدولة يعني أن يرى أن الدولة اللبنانية يمكن لها أن تتنازل بالمساحة التي تشاء حتى يبرم اتفاق ولو يبرم اتفاق بهذا الشكل كان يبرم في المفاوضات السابقة وبالمناسبة خط 23 طرح أصلا سابقا وحتى لبنان ما حصل عليه يعني اليوم مثل ما عم يحكي الوزير كمان ووزير ابو حبيب بطل التصريحات في هذه الفترة أنه نحن بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل النطور حبيبي النطور هذا عدو إسرائيلي أي نطور لك هذا النطور هذا عدو إسرائيلي أنا بديش إياك أقتل النطور إذن ما بعرف عن جد ما بعرف دبلوماسي ما بعرف إذا عم ينتبه للتصريحات اللي بيحكيها عن جد شي غريب على أي حال بس ما أنه أول وزير خارجية يعني عم يوقع بأخطاء وعم يرجعون ناكل عنب ما بدنا نقتل النطور لك هذا النطور هذا عدو هذا عدو كيف بحكي هذا الكلام أنا ما بقدر أفهم وعم منبرر أنه ليش تنزلنا من الخط 29 إلى الخط 23 برر لنفسك التناقض اللي أنت عملته بدوائرة تب بس ما كمان رئيس التيار هو من دعاة السلام مع إسرائيل وهذا موقفه كمان معلن وفي حلف بينه وبين حزب الله إذا هذا هو رأيه إذا هذا هو رأيه هذا بيمسله إله ما بيمسل لبنان ولا يمكن في حد بلبنان يقدر يأخذ لبنان على تطبيع أو على سلام مع الكيان الإسرائيلي طالما في نفس مقاومة بهذا البلد وهذه المقاومة ليست فقط حزب الله هذه المقاومة بكل جزورة تاريخية العريقة ما بيقدر حد يأخذ لبنان لا على تطبيع ولا على سلام ولا على أي أحلام بيحلم فيها وإن زاد كلمة التطبيع في لبنان الآن صرنا عم نتجرأ نحكيها على الإعلام نحن بالأول كنا نخاف نقول عيب إسرائيل يعني شغلي عيب اليوم لا عم نحكي بكل أريحية وتطبيع وسلام وإعلاميين بيطلعوا على قنوات إسرائيلية وإعلاميين بيستضيفوا إسرائيليين يعني اليوم في محاولة حثيسة لجر لبنان إلى مثل هذا الموضوع لكن ستبقى أدغاص أحلام حتى وإن كان أي سياسي وأي قوة سياسية ترغب بذلك لن تستطيع طيب بس كمان من المهم أستاذ فادي بس لا أقول لك ليش أنا عم أطشك باعتزم بس لا أقول لك ليش لأن حرية هذا البلد واستقلال هذا البلد اندفع حقه دم اندفع حقه دم ما اندفع حقه صفقات سياسية اقتصادية ربحية ولا مناصب كراسي لبعض الناس طيب بس كمان كلام حزب الله مبارح اللي صدر جاء ضغر من بعد كلام رئيس الجمهورية اللي أكد فيه أن حزب الله قبلان بالخط 23 دا ما مزبوط الحكي حزب الله لم يبدي لا رفضا ولا قبولا لا بالخط 23 ولا بالخط 29 ولا حتى بالخط هو ما أبدأ أي موقف في هذا الموضوع حزب الله كان موقف والمبدأ دائما أنه يقف خلف الدولة في المفاوضات للحقيقة الوفد اللبناني من الجيش اللبناني المفاوض كان يتمتع بمهنية ومناقبية ووطنية عالية جدا غير مسبوقة في التمسك بحقوق لبنان وكلنا شاهدنا رئيس الوفد عبر شاشتكم قديش بتحسي هو عم بيحكي عم بيحكي بحرقة عم بيحكي بأهر أنه نحن كلها التعب وكلها الخرائط وكلها الدراسات اللي قدمت إلى فخامة الرئيس يلي بناءنا عليها أرسل الرسالة إلى الأمم المتحدة يطالب فيها بتثبيت الحق 29 خط 29 لحق لبنان شو هاللي صار فجأة بلبنان قلب الموازين كلنا وصرنا بدنا نياكل عنب واحد بدي أكل حسرم واحد بدي أكل تين واحد بدي أكل هذا تنازل ما اسمه إلا تنازل وهذا التنازل ليس من حق أحد في لبنان إلا أن تمر في مؤسسات الدولة كافر يعني حتى لو فخامة الرئيس قال خط لبنان التفاوضي و23 هذا الخط ما بيقدر يعتمده إلا إذا مر عن طريق مجلس الوزراء وتم التصويت عليه في مجلس النواة بس استاذ فادي بالأمم المتحدة كلام فخامة الرئيس هو بمسابة خرائط إذا كان مرسوم ولكن هذه رسالة وليس مرسوم هو صح بيكون كلامه يمثل لبنان وحج على لبنان صحيح عندما يكون هناك مرسوم وصادر وفقا لهيكلية السياسية في لبنان رئيس الجمهورية أرسل رسالة وليس مرسومة لأنه لا بس كلامه حتى بالجرائد اللي أكد هذا الموضوع البعض يعتبروا أنه هذه وثيئة هذا كلام بني علي في الإعلام لأنه نطرين هذه الفرصة أنه يطلع فخامة رئيس جمهورية اللبنانية ويقول نحن حقنا 23 هذه فرصة بالنسبة لأله لكن هو لا يستطيع يثبت 23 ولا يستطيع يثبت 29 إلا بمرسوم حقيقي يصدر عن الدولة اللبنانية وفق الأصوة القوانين وفق الأصوة القوانين يعني يجب أن تمر عن طريق مجلس الوزراء ويوقع عليها الوزراء المعنيين والمختصين وتناقش فيما بعد تصوت عليها في مجلس النواب هونيك وتصير تقول لي هذه وثيقة رسمية لحد هلأ هذا موقف رئيس جمهورية بس يؤذي رئيس جمهورية طبعا يؤذي لبنان وطبعا يعكس أمام الغرب وأمام الوفود الأخرى أمام الأطراف الأخرى تشغزهم في الموقف اللبناني والأهم بداخل اللبناني البعض يعتبر البعض يعتبر أنه فيه تفريط بحق اللبنانيين بالنفط اللبناني صحيح إذا كان حق لبنان هو 23 ليش تتبعت رسالي بال29 وإذا كان حق لبنان بال29 وبدك تتنازل لل23 ما هي المكاسب لأن المفاوضات ما هي المكاسب اللي حققتها لحتى تتنازل يعني تفضل أقول للشعب اللبناني نحن حققنا هذه المكاسب حتى تتنازلنا مفهوم ولكن أنت تتنازل بلا مكاسب عم تقدم هدية مجانية لهوكشتين حتى ما أقول للعدو الإسرائيلي لأنه عمليا بالآخر للعدو الإسرائيلي عم نقدم له هدية مجانية هيك هيك على بس لأنه نحن حبين من زعل الأمريكان يبدو الزعل الأمريكي صار كثير بهذه الفترة يهم بعض الأطراف في لبنان بس الناس هلأ بتستغرب استاذ فادي أنه منشوف كثير انتقادات انتقادات بحق رئيس الجمهورية تحديدا من جمهور حزب الله ومن بعض القيادات بحزب الله اللي ما بيسموا رئيس الجمهورية بس معروفة الرسالة لمن طب على شو متفقين يعني إذا بموضوع الترسيم مش متفقين إذا بموضوع العلاقات الدولية وتحديدا بيان الخارجية كمان مش متفقين على شو بعضهم متفقين يكفي أن يتفقوا على أن يكونوا شركاء في الوطن وما يكونوا في فتنة بياناتهم مسلحة ويقتلوا بعضهم هذا أول نقطة مهمة على أن يكون في تعايش بس هذي ما في حدا ما في حدا يحملها جميلة لا مش جميلة يعني هذي شركاء هي مش بس يعني فيه سجال بين التيار وبين الطائف السونية أو تيار المستقبل ما في فتنة عفوا عنا الطرف الآخر هيدا القوات اللبنانية مظهر تاني من مظاهر اللي أنت بتعديهم بهذا البلد مفترض يكونوا أفريقاء وهني موجودين معك بالمجلس النيابي وبالحكومة العلاقة مش هيك بتنزل على الشارع على أي مشهد سياسي ما بيعجبهم بيزرعوا لك النصين وبيقتلوا ناس هيدا مشهد والمشهد الثاني أنه على الأقل فيه اختلاف بملفات سياسية داخلية كبيرة إلى علاءة بلبنان ومتشعبة هذا صحيح يجري العمل عليها صحيح هل بيوصلوا إلى خواتيم يتفقون عليها أم لا يتفقون عليها كمان هذا صحيح ممكن بيصير اليوم أولوية حزب الله تختلف كثيرا عن أولوية تيار الوطني الحر يعني اليوم بديك تقولي لي التيار الوطني الحر عنده أولوية اسمه فلسطين تيار الوطني الحر عنده أولوية أن يملك لبنان القدرة والقوة والاقتدار لمواجهة أي عدوان ولمنع تدخل دول أجنبية أو عربية في شأن لبنان وسيادة لبنان لا بدليل أنه التيار الوطني الحر كان ينادي به استقالة الوزير قرداحي أنا بالنسبة لإلي هذه الاستقالة كانت منعطف كبير في تحديد هوية لبنان بين اللي بده وبين اللي بده بس قادر قادر يعطيه غطاء مسيحه وهو هذا الموضوع اللي ما يسكو التيار على حزب الله هذا الموضوع بيستفزني شوي غطاء والغطاء بعمر المقاومة ما بده غطاء لا من مسيحي ولا من درزي ولا من سني ولا من شيعي ولا من حدا واللي نفكر حاله عاطي غطاء للمقاومة يشيله هالغطاء مش هيك المقاومة تكتسب غطاء من فطرة الإنسان البشرية في المقاومة أي إنسان بشري عنده فطرة طبيعية لما بدي يشوف فيه خطر بدي يكون فيه مقابلة مقاومة لك هايدي ما إلا عليه ألاب دين ولا بدولة ولا إلا علاقة بأديان ولا إلا علاقة بشي كل شعوب العالم منذ فجر التاريخ لما بتشوف خطر بتقاوم فرنسا قاومت بما إنه بيحبوا بعضهم بحبوا فرنسا وأمريكا قاومت وروسيا قاومت وكل الدنيا اليوم قاومت واليوم حتى سمحت السيد حكي عن ازدواجية المعايير المقاومة طيب الشعب اليمني عم بيقاوم السوري عم بيقاوم فلسطيني عم بيقاوم كل الناس لما بتشوف خطر بتتقاوم المقاومة منذ انتلاقتها مع جبهة المقاومة الوطنية وصولا إلى درة المقاومات في التاريخ البشري حسب الله ليس بحاجة إلى أي غطاء من أحد حتى حول موضوع المقاومة الغطاء يكتسبه من شرعيته للمقاومة شرعي الدفاع عن وطنه شرعي الدفاع عن مقدساته والانتصارات التي حققها في وقت عجزت كل الدول العربية مجتمعة لفي على لفي وعباية على عباية وعال على عال انه انتصار واحد بوجه العدو الإسرائي بس الاسدواجية كمان انه الواحد يشوف كل هذه الاختلافات وبالنهاية يرجع يجير كل أصوات الشيعة لتيار فيها الأد هو بينه بلى السناء الشيعي بالانتخابات بالانتخابات الماضية وهلا لا هلا لا مش هيك هلا في تقسيم للأصوات في تقسيم للأصوات بحيث أن حلفاء هذه المقاومة حلفاء حزب الله اللي على الأقل لحد اليوم هنه حلفاء يعني ما فيك تقولي غير هيك بالتالي هم مش بالمشروع التاني يعني مش بالمشروع الأمريكي اللي عم بيرفع شعارات محاربة حزب الله في توزيع للأصوات بما يعني تريده المعركة الانتخابية يعني في أصوات شيعة جيّر بالعكس أصوات بشي ستيمين باكي فرنجي نحنا 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 بس الأصوات ما هي هون المشكلة الأصوات بالشمال مقاوم أبا عن جد ومع المقاومة وفاءا وإخلاصا وتضحيةا ومبادئ وكل شي هايك من ننصفه من المعادلة يعني يعني بالشمال رح يأتي أصواته لسليمين فرنجي ويحجبوا عن تيار الوطني لا يريد يحجبوا عن تيار بديوزع أصواته ما هيدا الشي كمان عم يأزيل سليمين فرنجي لا بيوزع أصواته ممكن بيعطي التيار بمحل وبيعطي سليمين باكي بمحل بحيث أنه يبقى هيدا قوي وهيدا قوي يعني ما حدا عم بيقولي زي جيّر أصوات الشيعة كلهم إلى مكان واحد ويحرم الآخرين منه لا أبد أبد حزب الله عنده حلفاء تاريخيين مثلا بزحلة لا إذا ما كانوا متحلفين مع التيار الوطني الحر بيحرموا من أصواته ما بيصير هو التيار الوطني الحر هيدا هو مطلب أن تجيّر كل الأصوات الشيعية لمصلحته هيدا كمان ما بيصير لحزب الله حلفاء مسيحيين آخرين تاريخيين من حقهم على حزب الله أن يكونوا سندا له في الانتخابات وهيدا لا حيصير ما فيه التيار الوطني الحر يقول لحزب الله أنا أو لا أحد ما بتزبط هو لحد هلأ ما قاله أنت عم تفتع لي المشكلة لا لأنه هو الاتفاق صار أبرم ما بين حزب الله وحركة أمل وتيار الوطني الحر أبرم على التحالف في معظم الدوائر يعني بعتقد كل الدوائر بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بعتقد في أربع دوائر تم التحالف فيها في دوائر ما فيها تحالف ولكن لن تحالف حركة أمل مثل ما يشيع بعض القنوات الألمية حيتحالف مع القوات هذا الموضوع مقطعين فبالتالي اليوم كل الحرب اللي شنوها التيار الوطني الحر والمؤتمرات الصحفية اللي عملوها سواء كان بحق الرئيس نبيه برري أو بحق الوزير علي حسن خليل أو حتى حزب الله أو بحق يعني هاو التسريبات بحق حركة فبالتالي هلأ شو بدي يقولوا لجمهور ليش تحالفوا هني وحركة أمل بس ما كمان بالمقابل شو بدون يقولوا حركة أمل لجمهور اللي تحالفوا مع التيار كانت عم بترد على الحملات اللي قام فيها التيار ولم تكن يوما واحدا مبتدئا عليها ورأب كل المسيرة حركة أمل بالأخير فيه التزام واضح بالعلاقة الوجودية بينه وبين حزب الله لا يمكن أن تنفك عنه لا يمكن أن تنفصل عنه هاو دي جسم واحد هيكلية وحدة قيادات مختلفة بالأشخاص ولكن متوافقة في كل السياسات التي توضع وبالتالي ما هيترك حركة أمل لن تترك حزب الله في أي ساحة من ساحات الانتخابات بس حركة أمل فرد علي أن تترك أصدقاء وحلفاء يعني تحديدا الحزب السوري القومي الاجتماعي بموضوع نائب وليد جنبلات تحديدا بموضوع الشوف فرد على الرئيس نبيهبر أنه يترك أصدقاءه لم يفرض عليه من حزب الله ولم يفرض عليه حتى من التيار بطي الحرط نكون دقيقين واقع الاستزولية جنبلات أنه تحالف مع القوات اللبنانية ولأن حركة أمل لا يمكن أن تتحالف مع القوات اللبنانية خاصة بعد ما حصل في أحداث الطيونة هذا أدى إلى امتناع التحالف بين الرئيس نبيهبر بس في 2018 كان فيه هذا التحالف وصبت الأصوات الشعية لصالح المرشحين بعد أحداث الطيونة كل شي اختلف ما في كده يوم أنت في حدا اللي تار عنده تار دم يعني بالآخر في عندي دم بيننا وبينه نجي نتحالف نحنويا والأوليد بيك جنبلات يرتقي بمصلحته الانتخابية أن يتحالف مع القوات مع القوات نحن ما منتحالف لأنه ما تركتوا الحليف غير القوات مش بس أحداث الطيونة تبعي مش بس أحداث الطيونة لأن نتحالف معه لا بالرؤية السياسية ولا بالخلفية التي يستند إليها إقليميا ودوليا ولا بالمشروع اللي عم ينتهجوا ضيفي عليهم هادي كلهم إحداث الطيونة وبالتالي من المستحيل أنك تلتقي معه بالسياسة أنت جبها وهو جبها يعني طيب بالخمس دقائق الأخيرة في محاولات يقال لتطيير الانتخابات عبر موضوع الميجا سنتر تحديدا اللي حتى فخامة رئيس الجمهورية هو عم بيطالب فيها عند أي جلسة لمجلس الوزراء قبل ما نحكي بالملفات الآنية الضرورية نحكي عن الميجا سنتر التيار الوطني الحر لضرورة الميجا سنتر هل هو مدخل لتطيير هذه الانتخابات وسيسمح الثناء الشيعي لهذا الموضوع؟ موضوع تطيير الانتخابات ليس مرتبط بموضوع يسمح أو لا يسمح الثناء الوطني لا يريد تأجيل الانتخابات أولا بالمنطق لأنه مرتاح وما عنده خسران بالعكس هو ربحان وهذه الانتخابات فرصة لتأكيد شعبيته وأصالته لدى الشعب البيئة التي يمثلها أما بالنسبة للتيار الوطني الحر مطالبته للميجا سنتر ليست جديدة هي قديمة واليوم هذه المطالبة تزداد أكثر فأكثر علما أنه في قضايا أكثر الحاحن أكثر الحاحن تطرح على مجلس الوزراء إلى علاقة بالبطاقات بالبطاقة التمولية إلى علاقة بالكهرباء بالمناسبة لا أعرف وزير الطاقة كمان كنت معك بالحلقة سابقة وبعدنا لم نرى الكهرباء في لبنان التي تأتي بس تجل انتصار كثير كبير على السناء الشيعي تحديدا السناء الشيعي الذي كان رافض على مدى حكومات موضوع معمل سلعاته حزب الله اليوم وافق على موضوع سلعاته يعني ما لقينا حدا بمجلس الوزراء يرفض هذا الموضوع إلا وزراء حركة أمل كان واضحة آخر جلسة معمل سلعاته حتى بالبداية أنت بتتذكر أنه معمل سلعاته كان مطروح سابقا في مجلس النواب وأسقط في مجلس النواب ويومها أيضا حصل رجعوا فردوا جلسة تانية لكرميل رجع غير موقف حزب الله من هذا الموضوع غير موقف حزب الله لأنه هذا كان بطلب من التيار الوطني الحر واليوم لعله هذه بطاقة يعني بالأخير إذا كان في جدوى مننا ودراسة جدوى مننا حقيقية شو المشكلة بس ألا يضر هالة المقاومة هالة حزب الله ما بيضر هيدا اللي عم بيسير من مجلس إذا عمل معمل سلعاته إذا عمل معمل سلعاته بشو بيضر لا أنه نرجع غصبا عن الحزب نرجعه على طاولة مجلس الوزراء ونمشي بموضوع سلعاته هي مسألة مش تهويله عن تغيات يعني مش غصبا عن الحزب ولا غير غصبا عن الحزب اليوم في حاجة ضرورية لإله أنه ينعمل هذا المعمل لتوليد طاقة يا رب نقدم دراسة هيدا الدراسة بنى عليها وراح إلى موافقة عليها حركة أمل رفضته بمعطيات موجودة عندها حزب الله طبول موافقة عليها لأنه يتبط خزينة الدولة أموال طائلة بوقت أنه ما فيه إله جدوى يعني بس لكما النور في نوردي الوزير جبران بيصير في معمل مسيحي إلى جانب المعمل الشيعي والسنة نحن الشعب اللبناني بديدفع هو المصاري كل شيء بدنا بمقابله شيء ورفع دايما هذه قصص الحقوق الطائفية والمذهبية بتشعل البلد هادي عندهم معمل نحن ما عنا معمل عندهم محطة ببنزين نحن ما عنا محطة ببنزين عندهم ناس بتشيل يعني هذا الخطاب الطائفي دايما بالبلد وإظهار نفسهم بمظهر المظلومية والاستضعاف دايما يعني كأنه حقهم مأكولوا وما عم بيصيروا شيء بهذا البلد هذا دايما هذا الخطاب استخدموا قبل الانتخابات وعم يستخدموا بالانتخابات على كل حال إذا كان هذا المعمل بالأخير يوفر خدمي للناس بموضوع الطاقة وكذا يا رب علوا أنه يعملوه بس لنا بديوا يجيبوا الطاقة للمعمل أنه مهم نبنينا المعمل عملوا السدود قبل ما باعش يطلع فيها السدود رئيس شاء الله ما يكون معمل سلعاته مصيره مثل مصير السدود للعمل عم يشتروا ما يليعبوه على أمر رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية أستاذ فادي بودية أنا بدأت شكر حضورك اليوم على هنا بيروت وشكر أيضا موصول لكم لشاهدين على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة